فالاختصار مختصار الشيك جزاكم الله خيرا وبعد ذلك هل أسس بنائي لمذهب الإباضي الذي يتبئه الغالبية العزمة من أهل أمان هي سبب وراء ذلك لما وقع ما وقع من حراف بالدين أبكى أنس بن مالك كما في البخاري أن الزهرية دخل على أنس بن مالك فوجده باكيا قال من الذي يبكيك قال ما أرى شيئا مما كان على عهد رسول الله فيكم اليوم فقال الزهري والصلاة يا أبا حمزة قال والصلاة ضيعتمها حتى الصلاة ضاعت فإذا انحدر الناس وخرج من عمى الرجل هو جابر بن زيد أبو الشعثى رضي الله تعالى عنه والذي وعى علم سبعين من أهل بدر قال أدركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر بن عباس هذا الرجل كان بجانب علمه ورعا نزيها فرأى دينا غير الدين الذي سمعه من الصحابة رأى في الواقع انحرافا عن الدين فحرص رضوان الله عليه على بقاء دين الله نقيا فجمع حوله رجالا أفذاذا كضمام بن السائب وأبي نوح صالح الدهان وأبي وحيان الأعرج وأبو مودود وحوله كذلك جمع أبا بلال وأبا عبيدة رضوان الله على الجميع من أهل الإخلاص وشكل وأصلا وجمع أوراق هذا الفكر الذي يدعى بالفكر الإباضي بعد جابر وأسس مدرسة وشكل حلقة هي امتداد للحلقات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم لصيانة الدين وورث هذا الفكر هؤلاء الرجال وكان بعده القائد أبو عبيدة رضوان الله عليه قائد الحلقة ومن سردابه التي زحفت له الزحوف من شرق الأرض وغربها تخرجت دول المذهب سنة مياه و ثلاثين في عمان وقبل ذلك في اليمن ومياه أربعين ومياه ستين في المغرب هذه الدول هي دول المذهب التي كان سبب قيامها وإقامتها صيانة المذهب من أن يخترق من الأفكار التي انحرفت بدين الإسلام فسبب هذا حقيقتنا البقاء على دين الله الذي سمي بعد ذلك المذهب الإباضي وإلا فهو الإسلام ولم يعرف لقب لهم إلا الإسلام حتى القرن الرابع لم يتعاملوا بلقب الإسلام لكن الشيخ عمروس بن فتح من علماء نفوس في القرن الرابع هو أول من استعمل هذا المصطلح في موضع واحد من كتابه الذي اسموه الدينون الصافية وإلا فهم جماعة المسلمين وهم المسلمون وهذا الذي ترى حتى إمام السلم رحمه الله يقول والمسلمون عزلوا الجلنداء يعني الإباضية فزال عنهم وما تعدى المسلمون فالسبب لا شك صيانتهم لدين الله الذي يصم من بعد بالإباضية وحفاظهم عليه هو سبب ذلك أفضل